بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول التجاري أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا في بيتنا مدرسة نتناول في مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية الحلقة الماضية كلمنا عن بعض المفاهيم والمصطلحات والاختصارات الهامة في مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية للصف الأول عرفنا أن الابرفييشنز أو الاختصارات السؤال مهم جدا بيجي لي في الامتحان وعرفنا أن طبعا مطلوب مني أن أبقى أعارف الكلمة مختصرة ومطلوب مني أبقى أعارف الكلمة بالكامل ومطلوب مني أبقى أعارف كمان المعنى بتاع الكلمة باللغة العربية يبقى أنا مطلوب مني أعرف ثلاث حاجات طبعا خدنا جزء من الابرفييشنز والحلقة كانت انتهت هنكمل النهاردة إن شاء الله الابرفييشنز لكن مش عايزين ننسى ان احنا كمان اتكلمنا في الحلقة الماضية على الكريدت نوت او الاشعار الدائن وعرفنا في الحلقة اللي قبليها برضو الديبت نوت او الاشعار المدين وعرفنا الحالات اللي بيبعت فيها البائع كل نوع من انواع الاشعارات وعرفنا الجملة اللي بتميز كل نوع من الاشعارات طبعا الكلام ده مهم لازم نرجع ليه باستمرار عشان نتذكر العناصر الخاصة بالاشعارات المدينة والدائنة والحالات اللي بيتبعت فيها الاشعار المدين والاشعار الدائن كلمنا عن الابروفيشنز وقلنا ان الاقتصارات دي في جزء كبير منهم كان بيقابلني دايما وانا بعمل المستندات الخاصة بعمليات التجارة الداخلية سواء الانكوياري او الكوتيشن او الورد وبعدين كمان في الانفويس او الفاتورة وبعدين في الديبت نوت والكريدت نوت الاشعار المدين والاشعار الدائن مش عايزين نقول تاني وتالت ورابع عايزين نفضل متذكرين الكلام ده لازم نرجع للحلقات الماضية من اول حلقة في مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية عشان نربط الموضوعات ببعضها عشان انا منيجي نحل تمرين شامل او موضل اوف اجزامينيشن طبعا ده بيبقى نموزج للمتحان بتاعي بالشكل بتاعه هنشوفه النهاردة وهنشوف موضل اوف اجزامينيشن لكن الاول لازم نشوف الابريفيشنز او الاختصارات الهامة نبص عليهم تاني بالتفصيل نراجع الجزء اللي خدناه الحلقة الماضية ونشوف الجزء الجديد من في الحلقة الماضية اتكلمنا عن اول جزء من اللي هو طبعا خدنا فيه ست اختصارات ونتذكر الجدول كده بتاعنا كان فيه خانة اول خانة فيها ده رقم الاختصار خانة تانية فيها او الكلمة المختصرة حروف بتاعتها وعندي انجليش مينينج ده الخانة التالتة اللي فيها المعنى بتاعها باللغة الانجليزية والكلمة كاملة وعندي كمان اللي هو المعنى بتاع الاختصار باللغة العربية نبص كده على الاختصارات اللي اتكلمنا عليهم في الحلقة الماضية اول حاجة كان اختصار اختصار لكلمة او الخصم النقدي ده بالنسبة للاختصار الاولاني الCOG اللي هو ده بالنسبة الاختصار التاني كان الدفع عند التسليم او الدفع مع التسليم وده كنا اتكلمنا عليه سابقا لما اتكلمنا عن terms of delivery عندي الابريفيشن التالت او الاختصار التالت CWO ده كان معناه الكلمة بتاعته كاملة وده ابريفيشن اختصار التالت اختصار طبعا لكلمة سي ان وبعد كده عندي ده الارابيك ميننج او المعنى بتاعها باللغة العربية كان اشعار دائن بعد كده رقم خمسة نمبر فايف كان عندي سي او وده ابريفيشن اختصار شهير جدا اتعملنا به في حلقات كتير واحنا بنتكلم عن بيانات السيلر والباير اللي كان بتجيلي في التمرين كان الدي السي او اختصار لكلمة كامباني كامباني يعني شركة وبعد كده الدي اختصار لكلمة ديسكاونت ديسكاونت يعني الخاص نبص على الابريفيشن الجديدة اللي هنتكلم عليها في الحلقة بتاعت النهاردة الابريفيشن نمبر سافن نمبر سافن دي دي بي وده برضو شرط من شروط التسليم اتكلمنا عليه في حلقة ماضية كان ده ديلافر ديوتي بايد ديلافر ديوتي بايد ده كان التسليم مخازن المشتري وده كان من شروط التسليم اللي هي كان terms of delivery الابريفيشن نمبر ايت بعد كده مديني الدي ان الدي ان اللي هو دابت نوت طبعا ازي ما احنا متذكرين ها نتابع تاني كده حركة المؤشر بتاعنا انا عندي اخصار لكلمة دابت وال-n اختصار لكلمة نوت نفس الكلام في الابرفيشن نمبر سافن d, d, b اول ابرفيشن بتاعي اتكلمنا على النهار ده d, d, b d كلمة delivered طبعا d اول حرف من كلمة delivered فهو الاختصار بتاعها d تاني كلمة duty اللي هي d التانية وبعد كده كلمة paid دي طبعا الحرف التالت من الابرفيشن اللي هي يبا احنا كده عارفنا ازاي ممكن من الكلمة كاملة أنا أطلع الابرفيشن لأن في سؤال مختلف شوية ممكن يجيلي فيه اختبر زكائي يجيب لي الكلمة بالكامل دي زي ما هنشوف بعد شوية ويجبني الابرفيشن بتاعها يبقى أنا أعمل ده إزاي أول حرف من هنا دي وأول حرف من هنا بي يبقى الابرفيشن بتاعها دي دي بي دي لفرد ديوتي بايد دي ان اختصال لكلمة طبعا هنا دي أول حرف وهنا ان أول حرف يبقى دي بت نوت هو الابرفيشن التاني بعد كده الجملة الشهيرة اللي كانت بتظهرلي في الانفويس أو في الفاتورة كلمة errors and omissions accepted أيوة اللي هو e and o e e اللي هي كلمة errors اختصارها e omissions اللي هي أول حرف فيها o اللي هو الحرف بتاعنا في الابرفيشن طبعا كلمة excepted اللي هي أول حرف منها ايه ده تالت حرف في الابرفيشن يبقى errors and omissions accepted ما عدا السهوة والخطأ تمام ده ابرفيشن مهم جدا تعملنا معاه واحنا بنتعامل مع الانفويس وزي ما احنا متذكرين ان كلمة errors and omissions accepted الابرفيشن بتاعها لما كتبتوا في نهاية الانفويس هو ده اللي الداني الحق في إرسال الإشعارات التسوية adjustment notes اللي هي الdebit note والcredit note طبعا احنا بنراجع معلوماتنا بشكل سريع عشان نفضل متذكرين المعلومة بتاعتنا بشكل واضح. طبعا اي جي بي اختصار لكلمة اي جي بي اختصار لكلمة اي جي بي اختصار اي جي بي المعنى بالعربي Arabic meaning ده طبعا جنيه مصري. بعد كده اي ميل ده اللي كان بيجي لكي اي جي بي اختصار لكلمة اي جي بي في البيانات الخاصة بالسيلر والباير. الاي اختصار لكلمة electronic والميل كلمة اه مكتوبة بالكامل ما لهاش اختصار يبقى اي ميل اختصار لكلمة electronic mail اللي هو البريد الايه الالكتروني اه عنوان البريد الالكتروني او الالكتروني اللي هو الايميل. اي ان سي اس ده اختصار لكلمة انكلوجرس اللي هي المرفقات المرفقات اللي اتكلمنا عليها واحنا بنتناول البيزنس لتر اما اتكلمنا عن اللي يعود بتاع البيزنس لتر وعن العناصر كمان الخاصة بالبيزنس لتر كان في نهاية البيزنس لتر قبل التوقيع كان عندي الانكلوجرس او المرفقات وان المرفقات هي اي اوراق هامة او مستندات او فواتير هامة او بيانات اسعار مرتبطة برسالة بتاعتي بيتم ارسالها مع رسالة ده كده الابريفيشنز من نمبر سيفن لنمبر توالف نكمل الابريفيشنز بتاعنا نمبر ثيرتين اي اكس دابليو وده فعلا كلمنا عليه واحنا بنتناول كان عندي اي اكس ووركس تمام اي اكس ووركس اي اكس ووركس اي اكس دابليو الابريفيشن بتاع كلمة اي اكس ووركس وده كان تسليم مخازن البائع تمام بعد كده كلمة فاكس كانت بتجيلي في البيانات ودي اختصار كلمة فاكس مايل فاكس مايل اللي هي اه الفاكس بتاعي اه طبعا ده عنوان الفاكس الخاص بي اه السيلر او الباير اللي كان بيجيلي في البيانات في التمرين بعد كده الاي ان في الاي ان في اختصار لكلمة انفايس انفايس يعني فاتورة ما نتذكرش الفاتورة نتذكرها طبعا ده احنا قلنا ان الفاتورة اهم مستند من مستندات التجارة الداخلية وهو اللي بمثابة عقد ما بين السيلر والباير بانه هو الشخص ده اشترى مني بضاعة اللي بيثبت ان اشتريت منك البضاعة واللي بيشتمل على كل بيانات البضاعة كانت الانفايس بعد كده نبص على الابريفيشن نمبر ساكستين مكتوب موبايل موبايل اختصار لكلمة موبايل فون يبقى كلمة موبايل كلمة مختصرة لكلمة موبايل فون او تليفون محمول بعد كده الكيو تعطيه اختصار لكلمة كوانتتي كوانتتي يعني الكمية مظبوط مظبوط يا شباب بعد كده الابريفيشن نمبر اتين كان تاليفون تي اي ال اختصار لكلمة تاليفون وده برضو كان بيجيلي في البيانات الخاصة بالتمريل للسيلر او للباير وكنت بعرف منه بيانات السيلر والباير وكان تاليفون نمبر مع الفاكس نمبر والايميل وده طبعا التليفون نتذكر الابريفيشنز بالكامل سي دي الشباب اللي بيهتموا بنطق الكلمة وطبعا احنا بنشجع اني اهتم بنطق الكلمة عشان اعرف اكتبها بشكل مهم سي دي نرجع النطق تاني مع بعض يا شباب هننطق الابريفيشن مع الانجلش ميننج فقط الاربك ميننج مكتوب قدامنا بشكل واضح لكن نسمع النطق كويس سي دي خصل لكلمة كاش ديسكاونت بعد كده عندي سي او دي خصل لكلمة كاش اون ديلافري بعد كده سي دابليو او خصل لكلمة كاش واذ اوردر بعد كده سي ان خصل لكلمة كريدت نوت بعد كده سي او خصل لكلمة كامباني بعد كده دي خصل لكلمة ديسكاونت بعد كده دي دي بي خصل لكلمة ديلافرد بعد كده دي ان خصل لكلمة ديبت بعد كده اخثار لكلمة اغير مرور بعد كده عندي اي جي بي اخثار لكلمة اجبشيان باوند بعد كده عندي الايميل اخثار لكلمة الاكترانيك بعد كده ال density اخثار لكلمة انكيلوجورت نكمل اي اكس دابليو اخثار لكلمة اي اكس ووركس بعد كده الفاكس اختصار لكلمة فاكس مايل بعد كده الاي ان في اختصار لكلمة انفويس بعد كده كلمة موبايل دي كلمة مختصرة لكلمة موبايل فون بعد كده الكي اختصار لكلمة كوانتتي بعد كده تي اي ال اختصار لكلمة تاليفون طبعا دي كانت الابريفيشنز بتاعتي بالكامل كده احنا اتكلمنا عن الابريفيشنز الخاصة بالمنهج الخاص بالترمي الاول بالكامل يبقى الجزء اللي اتكلمنا عليه من شوية واللي كان ظاهر عندي على الشاشة واللي اتكلمنا عن جزء منهم الحلقة الماضية واستكملناهم النهاردة في بداية حلقتنا كانت امبورتانت ابريفيشنز او اختصارات هامة طبعا في سؤال خاص بالابريفيشنز في الامتحان سؤال كامل لازم يجيلي سؤال على الابريفيشنز بيجيلي اربع او خمس ابريفيشنز وانا بيبقى مطلوب مني حاجة من تنيل لا اما اكمل الانجليش ميننج بتاعهم لا اما بيبقى مطلوب مني الانجليش ميننج والارابيك ميننج زي ما هنشوف الجدول بعد شوية اللي بيتناول السؤال بتاع الابريفيشنز السؤال بتاع الابريفيشنز السؤال مهم جدا وقولنا ان الابريفيشنز دي متعارف عليها ما بين التجار يعني انا لو بعدت الواحد كلمة مختصرة من دول في دوكيومنت او في رسالة او في مستند تجاري بالتالي لازم يكون الطرف التاني على علم تام بمعنى الكلمة دي ازا هي كلمات متعارف عليها ما ينفعش ابعد بعض الاختصارات الاقي الطرف التاني مش عارف معناها لان زي ما اتفقنا دي حاجات منتشرة الاستخدام في الهوم تريد او التجارة الداخلية نبص كده على سؤال على الابريفيشنز نبص كده على السؤال بيجي لنا بالشكل التالي السؤال بيقول لي التابل او الجدول اللي قدامنا واضح انه مكون من ثلاث خانات الخانة الاولى فيها ابريفيشن او كلمة مختصرة وطبعا ملاحظين ان في بعض الخانات في الجدول في الخانة الاولانية مش موجودة يعني مثلا اول واحدة جي ان موجودة نمبر تو مش موجودة في اول خانة اذا انا مطلوب مني اجيب الاختصار بتاعها نمبر ثري موجود الابريفيشن نمبر فور مش موجود الابريفيشن يبقى كده اول عمود في الجدول بتاعي مطلوب مني ايه مطلوب مني ان اجيب الابريفيشن نمبر تو والابريفيشن نمبر فور طب انا هعرفهم منين يا مستر ما هو لازم يجيني حاجة من التلات حاجات الخاصة بالابريفيشن لاما هيجيني الابريفيشن نفسه ويطلب الانجليش ميننج او الارابيك ميننج لاما هيجيني الانجليش ميننج وهيطلب الابريفيشن والارابيك ميننج او يجيني الارابيك ميننج نفسه وهيبقى مطلوب مني ان نجيب الابرفيشن من خلاله طبعا في الجدول اللي فات اللي احنا لسه تناولناه من لحظات في بداية الحلقة بتاعتنا كان ظاهر لي ايه يا شباب كان ظاهر لي جدول مكون من ثلاث خانات في الابرفيشن في عمود وجاي لي الخانة التانية او العمود التاني كان فيه الانجليش مينينج وكان العمود التالت فيه الارابيك مينينج يبقى لازم نرجع للجدول الماضي علشان نقدر نحل السؤال ده بشكل مهم نحاول بمجرد النظر كده نبص ونشوف ونختبر معلومتنا يا طرى اول حاجة الدي ان الكلمة دي اختصار لكلمة ايه هو طالب مني في نمبر وان طالب مني الانجليش مينينج طبعا الدي ان والترجمة بتاعته الكلمة ارابيك مينينج المعنى العرب بتاعها اشعار مدين مش عايزين ننسى الكلام ده عشان الكلام ده غاية في الاهمية ها طيب يبقى اول واحدة دي طالب مني الانجليش مينينج نمبر توم رقم اتنين جايب لي الانجليش مينينج موجود اررز اند اماشنز اكسابتد لسه ايلمها من لحظات يا شباب لازم نتذكر الكلام ده ونحفظ الكلمات دي عن ظهر قلب زي ما بيقول ولازم الابريفيشنز دي تكون محفورة في دماغي لاني الحاجات دي خاصة بالهوم تريد وبالتالي لازم استخدم الابريفيشنز وكون عارف الابريفيشن ده الانجليش مينينج بتاعه ايه والارابيك مينينج بتاعه ايه طيب يبقى هنا طالب ايه يا شباب ها في نمبر تو طالب مني ايه في نمبر تو طالب مني الابريفيشن نفسه وطالب مني الارابيك مينينج مطلوب مني من كلمة اررز اند اماشنز اكسبتد اعرف باقي البيانات نمبر ثري مجيني سي دابل يو او سي دابل يو او اختصار لكلمة ايه والارابيك ميننج بتاعه ايه مطلوب مني اكمل الجدول نمبر فور الابريفيشن مش موجود لكن كلمة الكترونيك ميل هي اللي موجودة وطالب مني كمان الارابيك ميننج اي اكس دابليو الابريفيشن موجود لكن الخانة التانية اللي فيها الانجليش ميننج مش موجودة والارابيك ميننج مش موجود نبص بصة سريعة ونعرف البيانات اللي نقصة ايه ونرجع نشوف الحل بتاعنا اه دي ذا انصر الاجابة بتاعة السؤال بتاعي الكلمات اللي مكتوبة باللون الاصفر قدامنا يا شباب هي اللي كانت مجهولة في السؤال اللي شفنا الجدول بتاعه في الشاشة اللي فاتت يبقى تاني الدي ان كان طالب مني الانجليش مينينج دي ان اخسر لكلمة دابت نوت او الاشعار المدين مصبوط مصبوط اي اللي هي اررز اند اميشنز اكسابتب كانت موجودة اللي كان ناقص في الجدول كان مكتوب الابريفيشن ناقص عندي المفروض ان انا هكمله اي اند او دوت اي وطبعا كان مكتوب الارابيك مينينج كان مطلوب مني المعدة السهوة والخطأ ايه كمان يا شباب كان في نمبر ثري نمبر ثري كان ناقص عندي في الجدول الانجليش مينينج كاش ويذ اوردر وكان ناقص كمان الارابيك مينينج اللي هو الدفع عند الطلب مطلوب مني من الابريفيشن اجيب الانجليش مينينج ومطلوب مني كمان اجيب الارابيك مينينج بعد كده هنا كان مجيني كلمة الكترونيك ميل وكان طالب الابريفيشن طبعا الابريفيشن كان اي ميل وطبعا الارابيك مينينج كان عنوان البريد legend هنا كان مجين الابريفيشن اي اكس دابليو طبعا ده اختصار لكلمة اي اكس ووركس ده كان اختصار لكلمة اي اكس ووركس اللي كان القرابيك ميننج بتاعها التسليم مخازن البائع نبص كده على السؤال تاني نبص على السؤال في لحظة عشان نعرف ايه اللي مجهول وبعد كده نبص على الاجابة عشان نعرف البيانات اللي كانت نقص ايه وتاني عشان وإحنا بنراجع الكلمات اللي مكتوبة باللون الاصفر قدامنا هي الكلمات اللي كانت مجهولة في السؤال بتاعي طيب بعد كده هنبص بقى على موضل اف اجزامينيشن موضل اف اجزامينيشن يبقى احنا كده هنبدأ نبص على شكل كامل للامتحان بتاعي كانت الابريفيشنز اخر جزء اتكلمنا عليه في الجزء الخاص بالمنهج بتاع الترم الاول الخاص بالسكرتاريا باللغة الانجليزية ونبدأ بعد كده نبص على الموضل اف اجزامينيشن نشوف شكل الامتحان بتاع مادة السكرتاريا اللي فرانجي بالكامل شكله ايه نبص كده على السؤال الاول كويسيون نومبر وان طالب مني ايه نقرأ رأس السؤال كويس عشان نعرف ايه اللي مطلوب مني بالتفصيل بيقولي ترانسليت ترانسليت يعني مطلوب مني اترجم بعض الكلمات طب انا اترجمهم ازاي انا تناولت بعض الكلمات كتير جدا من الكلمات اللي عدت علي وانا بتعامل مع المستندات الخاصة بي في الجزء العملي وكمان اما كنا بنتناول الجزء النظري كان بيجي لي بعض الكلمات الهامة باللغة الانجليزية وبالتالي عرفت الارابيك مينينج بتاعها طبعا ده سؤال مهم جدا بيختبر القدرة اللغوية بتاعتي يا ترى انا عندي قدرة لغوية عالية ولا لا او بالتالي ده من اهم الاسئلة اللي بنتعامل معاهم في المنهج بتاعنا ترانسليت واضح انهم اديني تيبل جدول قدامنا مكون من خنتين الخانة الاولى مكتوب فيها انجليش مينينج ده معنى الكلمة باللغة الانجليزية الكلمة باللغة الانجليزية ده الخانة الاولى بتاعتي اللي هي دي اللي المؤشر عليها دلوقتي والخانة التانية مكتوب فيها ارابيك مينينج كلمات دي يا شباب كلمات عدت علي بشكل متناوب وبشكل كتير جدا جاي لبعض الكلمات اللي كنت بتناولهم في الجزء النظري بتاعي اول حاجة بيقول لي برايفت سيكرتاريال برايفت سيكرتاريال يعني ايه برايفت سيكرتاريال هو طالب الترجمة بتاعتها باللغة العربية نمبر تو رقم اتنين مش مجيني الكلمة اللي بالانجليز لكن مجيني كلمة باللغة العربية مجيني رسائل رسمية ومطلوب مني اجيب الانجليز مينينج هوم تريد هوم تريد يعني تجارة ايوا 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 طيب ها تجارة ايه طب هنشوفها في الاجابة اشعار دائن مكتوب الانجليز مينينج و هنا طبعا هو اللي مش موجود الانجليز مينينج لكن الارابيك مينينج موجود لما تناولنا الجزء اللي فات الخاص بالترانسليشن خدنا بالنا من جزئية مهمة ايه هي؟ انه ممكن جزء من الابريفيشنز اللي لسه متكلمين عليهم من لحظات ممكن يجيلي في السؤال بتاع الترانسليشن اذا سؤال الابريفيشنز اهميته ايه؟ انه ممكن يجيلي في الانجليز مينينج والارابيك مينينج في الترانسليشن في السؤال بتاع الترجمة وممكن يجيلي تاني في السؤال الخاص بالابريفيشنز اللي هو تناولناه من لحظات اللي هو كان بيجيبلي الابريفيشن مش موجود والانجليز مينينج والارابيك مينينج وكان مطلوب مني اكمل الجدول اللي كان مكون من 3 خانات اللي تناولناه من لحظات يبقى سؤال الابريفيشنز مهم في ايه؟ ها؟ تاني انه ممكن يجيلي في سؤال الترانسليشن اللي هو السؤال الاول وممكن يجيلي في سؤال الابريفيشنز اللي هو السؤال التاني وده اللي مركز معي كويس هياخد باله من المعلومة اللي أنا قلتها دلوقتي حالا تعالوا نرجع للتيبل بتاعنا ونشوف السؤال بتاع الترانسليشن هنتعامل معاه ازاي؟ طبعا هنكمل البيانات اللي ما كانتش موجودة عندي في الجدول بتاعي ايه هي البيانات اللي ما كانتش موجودة عندي في الجدول بتاعي نمبر ون كان طالب مني الارابيك ميننج لبرايفت ساكرتاريال نمبر تو كان طالب الانجليش ميننج بتاع رسائل رسمية نمبر ثري كان طالب مني الارابيك ميننج بتاع هوم تريد ونمبر فور كان طالب مني الانجليش ميننج بتاع إشعار دائن كالعادة اتعودنا ان الحاجات اللي كانت مجهولة في الجدول الاول هتبقى مزللة باللون الاصفر في الجدول اللي قدامنا يبقى هنا الجدول بتاعي هيبقى الكلمة اللي مكتوبة باللون الابيض هي الكلمة اللي كانت جاية في التمرين نفسه والكلمة اللي مكتوبة باللون الاصفر هي الكلمة المجهولة واللي انا كان مطلوب مني ان انا اجيبها بنفسي اول حاجة طبعا private secretarial private secretarial يعني السكرتاريال خاصة مصبوط مصبوط تمام number two رسائل رسمية كانت موجودة وكان طالب مني اني اعرف الانجليش ميننج بتاعها واسجله في الدفتر كانت formal letters number three كان مكتوب الانجليش ميننج home trade وانا اللي كملت الجزء الخاص بالارابيك ميننج في الخانة الثالثة التجارة الداخلية home trade يعني تجارة داخلية اللي ساعات قلنا بيسميها لي inland transactions دي كانت عمليات التجارة الداخلية number four كان مجيني الاشعار الدائن كان مجيني الارابيك ميننج وانا اللي كتبت credit note كلمة credit note هي اللي كانت مجهولة يبقى اما نبص كده للسؤال ونبص للاجابة ادي السؤال كان table مكون من خانتين خانة فيها انجليش ميننج وخانة فيها arabic ميننج ده الاجابة بتاعتي بعد ما كملت البيانات الخاصة بالسؤال ده question number one question number two تناولنا من لحظات بشكله وبنشوفه بشكل تاني السؤال الخاص بالابروفيشن تاني بيقول لي رأس السؤال complete the following table اكمل الجدول التالي الجدول فيه كام خانة يا شباب في خانتين الجدول بتاع الابروفيشن اللي تكلمنا عليه من شوية كان مكون من ثلاث خانات يبقى السؤال بتاع الابروفيشن ليه شكلين ممكن يجيلي جدول مكون من ثلاث خانات اكمل البيانات بتاعته وممكن يجيلي جدول مكون من خانتين برضو بكمل البيانات النقصة في الجدول number one الخانة الاولى مكتوب فيها الابروفيشن c o d وطالب مني ان يكتب له الانجلش ميننج الكلمة in full سعاد بيقول لي write in full the following abbreviations يعني اكتب الاختصار التالي بالكامل يعني مفروض اكتب له الكلمة كاملة طالما جايب لي الابروفيشن number two جايب لي الانجلش ميننج وطالب مني الابروفيشن تعلمنا ازاي بنجيب الابروفيشن من الكلمة الكاملة وهنشوف حالا ازاي بنجيبها number three الانفايس i n v ها الكلمة كاملة ايه قلناها لكن طبعا مطلوب مني اكتبها بشكل صحيح number four مكتوب الكلمة الكاملة in english mobile phone ومطلوب مني ان انا طبعا احط الابروفيشن بتاعها اللي هيتذكر معايا الجدول الخاص بالابروفيشنز هيحل السؤال ده بشكل سهل جدا وسريع جدا بدون اي صعوبات نكمل الجدول ونبص على الانسر the answer الاجابة بتاعتي الخانتين الخانة الاولى الخاصة بالابروفيشن خانة تانية خاصة بالانجلش ميننج هيا شباب حد فاكر انهي كلمة اللي كانت موجودة في التمرين وانهي كلمة انا اللي جبتها ها الكلمة اللي مكتوبة باللون الابيض كانت موجودة في التمرين تمام والكلمة المكتوبة باللون الاصفر هي الكلمة اللي كانت مجهولة واللي انا كملتها وكتبتها في التابل او في الجدول الادامي كان موجود ايه في اول خانة يا شباب number one كان مكتوب الابروفيشن c-o-g روحت انا كاتب الكلمة in full الكلمة كاملة english meaning cash on delivery تمام مصبوط number two كان موجود d-debit note d-debit note كان طالب من الابروفيشن حد فاكر يا شباب قلنا بنجيبه ازاي ايوا تمام اول كلمة كان الحرف الاول فيها d يبقى كلمة d-debit اخصارها كلمة d تاني كلمة اول حرف منها n يبقى اخصار تاني كلمة هو ال-n يبقى انا عندي d-n نبصي هنا كده ايوا d-n هو d-debit note مصبوط تمام تمام هنا عندي ال-in-v ده كلمة مختصرة لازم اكون حافز الكلمة الكاملة اللي بتختصرها ال-in-v بتختصر ايه؟ بتختصر كلمة invoice invoice يعني حد فاكر invoice يعني ايه؟ لا دي ما ينفعش تتنسي يا رجالة ها رجالة بتوعنا والبنات بتوعنا i-invoice ال-in-v اخصار لكلمة invoice invoice يعني فطورة مصبوط تمام تمام احيي كل طالب بيجاوب معايا وبيثبت لنفسه مش بيثبت لحد هو بيثبت لنفسه ان هو طالب متفوق ومتميز في مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية طبعا المعرفة اللي انا بعرفها انا اكتر شخص بيستفيد منها عشان ابني مستقبلي واكون خبرات علمية كبيرة وبالتالي لازم اهتم بكل المواد الدراسية بتاعتي طبعا السكرتاريا باللغة الانجليزية مادة بتتناول اللغة الخاصة والمصطلحات الخاصة بالتجارة الداخلية لازم اكون على دراية تامة بيها بدون اي نقصة نمبر فور كان عندي موبايل فون كانت كلمة مكتوبة بالكامل كلمة موبايل فون لكن طبعا نمبر فور كانت الابرفيشن بتاعها كانت كلمة موبايل نبص على كويسشن نمبر ثري كويسشن نمبر ثري مكتوب تشوز ذا كوركت انصر تشوز ذا كوركت انصر ومديني كلمات في الاختيارات وجملة نقصها كلمة هنشوف الكلمة المناسبة لها منيه الاختيارات عندي وهنبدأ نختار الكلمة المناسبة نمبر اول حاجة مكتوب نمبر اي بيقول لي ايه نقط كده مجيني سبيس وبيقول لي ده جالي في الاختصارات وجالي في الترمس ده تناولنا الجزء ده كبير يطرد جي جي بي ولا ال سي دابليو او ولا ال اي اكس دابليو ولا السي او دي معلش ممكن بس نعرف الكلمة او الجملة معناها ايه يعني ايه معناها تسليم او توصيل البضاعة لمخازن البائع نمبر بي نقط سبيس كده مدهوني طبعا دي رسالة بيسأل عليها مين الباير اه ايوا المشتري يبقى بالرسالة اللي بنتكلم عليها مين اللي بيبعتها طبعا المشتري هو اللي بيبعث الرسالة بيعمل ايه بقى هي كلمة جي مهمة جدا يا طرى ايه هي رسالة اللي بيبعتها المشتري وبيستفسر فيها عن الاسعار والشروط يا طرى الكوتيشن ولا الانكويري ولا الوردر ولا البرسنال هنشوف لما نيجي نجاوب لكن كالعادة اتمنى ان الاجابة نبقى احنا عرفينها مسبقا قبل ما نشوف الاجابة نجاوب بنا وبنفسنا كده علشان نتأكد من المعلومة بتاعتنا ان كانت صحيحة وعلشان نصحح المعلومة بتاعتنا ان كانت خاطئة نشوف بعد كده نمبر سي نمبر سي بيقول لي هي رسالة او اشعار طبعا لتصحيح نقص يعني خطأ نتج عنه نقصان طبعا احنا عارفين ان الاشعارات بتاعتنا نوعين شرحناهم بالتفصيل لكن مطلوب مني دلوقتي ابقى عارف انهي اشعار هو اللي بيعالج ها الدكريس ارر السي جي ولا السي ان ولا الدي ان ولا الدي نمبر فور بيسأل عن هي طبعا حاجة من الخصائص والمميزات والمهارات الخاصة بالسكريتير يا طرى بولايت ولا كوميونيكيشن ولا كونسايس ولا اكيوريت عايزين نبص على اجابة السؤال بشكل واضح وطبعا في منينا دلوقتي لما شاف الاجابة اتأكد من معلوماته وطبعا بقى عنده ثقة كبيرة جدا في المعلومات الخاصة بالجزء اللي احنا بنتناوله حالا هي ايه بقى انهي شرط تسليم اللي بيكلم عن تسليم البضاعة مخازن الباقع الاجابة المصبوطة اللي متزلله باللون الاصفر طبعا نمبر ثري اي اكس دابليو اي اكس ووركس هي كانت ديلافر ذا جودز ات ذا سيلرز ويرهاوس بعد كده نمبر تو انا ممكن اقف هنا كده وما نتناولش باقي الجملة واختار الاجابة الصحة طبعا الاجابة الصحة هي الانكوايري نمبر ثو اللي متزلله باللون الاصفر هي رسالة بيبعثها المشتري عشان يستفسر عن اسعار البضاعة وشروط الدفع وشروط التسليم نمبر سي طبعا بيسأل عن النوت النوت انهي اشعار اللي بيصحح خطأ النقصان طبعا هو الدي ان الدي ان او الدي بت نوت هو الاشعار الايه الاشعار المدين مسبوط مزوبط تمام نمبر دي من دي لي اصابة τά احد المهارات الخاصة بالسكرتير هي هي طبعا المهارة الخاصة بالكونونكيشن اللي هي مهارة مهارة التحور مع الاخرين والمهارة التي تتم ما بين السكرتري وما بين باقي الجهات احنا كده اتكلمنا عن اول تلات اسئلة في بتاعي طبعا الاجزامينيشن اللي احنا بنبص عليه هيجيلي اجزامينيشن بنفس الشكل بنفس ترتيب الاسئلة بامر الله ده الشكل الاساسي لأول تلات اسئلة اتكلمنا عليهم طب انا ليه توقفت دلوقتي علشان اقول لكم ان ده الجزء النظري اللي بيجيلي في الامتحان بتاع السكرتاريا باللغة الانجليزية جزء النظري خاص بايه فاكرين اه تمام اول حاجة كان جايلي سؤال على الترانسليشن اللي هو سؤال الترجمة وطبعا كان جايلي ارابيك ميننج وكان جايلي انجليش ميننج ومطلوب مني يبقى عارف الانجليش ميننج والارابيك ميننج بتاع كل كلمة هيجيبها لي في التيبل اللي بييجي في السؤال الاول السؤال التاني جايلي عن الابريفييشنز او الاختصارات وده شفنا له شكلين النهاردة يا شباب شفنا له شكل اولاني مكون من ثلاث خانات ابريفييشن انجليش ميننج وارابيك ميننج وجايلي صيغة تانية للسؤال مكون من خانتين فقط وده كان سؤال خاص بخانتين خانة للابريفييشن الخانة الاولانية والخانة التانية كانت بيتحط فيها الانجليش ميننج او الكلمة الكاملة اللي بالانجليش لاحزنا ايه؟ لاحزنا ان السؤال الاول والتاني ممكن يجيلي الابريفييشن في اول سؤال بتاع الترانسليشن هو ممكن يجيلي في السؤال التاني بتاع الابريفييشن وده بيأكد لي على مدى اهمية الابريفييشن اللي انا اتكلمت عليها في بداية الحلقة التمنتاشر ابريفييشن اتكلمنا عليهم هم كل الابريفييشن اللي موجودة عندي في المنهج وده اللي مطلوبة مننا بالكامل ان انا بقى عارف الابريفييشن والانجليش ميننج والارابيك ميننج السؤال التالت هو اللي عليه بعض الملحوظات السؤال التالت هنا كان جايلي تشوز كان جايلي سؤال اختياري اللي هنراجع مننا المودلز اوف اجزامنيشن اللي موجودة في الكتاب بتاعنا كتاب المدرسة هنلاقي ان السؤال ده بيتغير ممكن يجيلي مارك رايت اور فولس ممكن يجيلي السؤال ده في شكل طبعا صح او خطأ العبارة الصحيحة احطه قدامها عبارة صح العبارة الخاطئة احطه قدامها علامة الخطأ ممكن يجيلي كمان سؤال يعني ايه؟ يعني يجيب لي بعض الكلمات وبعض الجمل اللي كل جملة منهم نقصة كلمة معينة وبختار كلمة من الكلمات اللي كانت جيالي في بداية السؤال علشان اكمل الجملة بتاعتي بشكل صحيح طبعا احنا تناولنا قبل كده سؤال كلمنا على بعض النمازج واحنا بنتناول الجزء النظري وهنتناول بعد كده باقي الاشكال الخاصة بالسؤال التالت سؤال التالت هو اللي بيتغير عندي في الامتحان يا شباب السؤال التالت قلنا بيجيلي choose the correct answer ممكن يجيلي اختار الاجابة الصحيحة المناسبة وممكن يجيلي سؤال mark right or false صح او خطأ وممكن يجيلي سؤال fill in the spaces او املأ الفراغات بالكلمة المناسبة طيب ده كان بالنسبة للجزء النظري الخاص بالامتحان بتاع السكرتاريا باللغة الانجليزية نبص على الجزء العملي question number four استعيد الزكريات بقى القريبة اللي لسه متكلمين عليها بشكل مهم نبص كده على question number four seller وباير ها نقول مين seller ومين الباير كبرنا عليه اه كبرنا ما بقلناش وبناخد وقت وليه لكن كبرنا عليه طبعا ان احنا بقينا عارفينه بشكل تام طبعا السلر هو الباقع في بداية التمرين جايلي السلر الباقع طبعا الباقع arts stationery company او arts stationery shop طبعا shop او company يعني شركة او محلات وده اسم الباقع six فجالة street cairo عنوان telephone number رقم التليفون fax number ده رقم الفاكس ننزل للطرف التاني باير المشتري سامير سليم ده الاسم بتاعه ten ناصر street ده العنوان red c d المحافظة كالعادة telephone number رقم تليفون fax number رقم الفاكس المعلومة اللي بعد كده بيقول لي ايه نبص كويس بيقول لي the seller on checking his invoices discovered the following يترى حصل ايه للباقع وهو بيراجع الفاتورة بتاعته اكتشف ايه اكتشف under value under value نستعيد الزاكرة بسرعة under value ايوه ايوه تمام تمام ماشي نكمل on invoice number three thousand four hundred and forty five dated october first twenty twenty لسه هسألك انا ايوه هسألك ال under value ده اشعار ايه انا عارف انت بتبص تحت على المطلوب علشان تعرف نوع الاشعار لكن للأسف انا عملت خدعة بسيطة قلتلكوا عليها قبل كده اني ما كتبتلكش نوع الاشعار في المطلوب وهسألك يا استاذ وهسألك يا استاذة عن الاشعار ده اشعار ايدي الوقتي حالنا هسألك عن نوع الاشعار طبعا الاماونت 500 ايجيبشيان باونت اللي مطلوب required the suitable note suitable note اللي هو اشعار ايه اشعار مدين ولا اشعار دائن او الاشعار المناسب اللي مطلوب من حضرتك تقولهولي number 235 dated october 9th 2020 20 الاشعار ده يا استاذ وانت يا استاذة نوعه ايه اقرى الكلمة اللي عند المؤشر بتاع الموس وقل لي ده اشعار نوعه ايه طبعا انا هعرف منين يا مستر ما هو ما قاليش اشعار مدين ولا اشعار دائن لا يا استاذ احنا قلنا في كلمات بتدل على الاشعار لازم حضرتك تكون عارفها كلمة under value اختصار لكلمة ايه ايوة دي معناها ان ده ايوة دي بتنوت ده اشعار مدين ده اشعار مدين عرفت منين ان هو اشعار مدين اشعار مدين من كلمة under value اه طب حد بيتذكر معايا تاني ايه الكلمة التانية غير كلمة under value اللي بعرف منها ان ده اشعار مدين حد بيتذكر معايا يا شباب ها ايه الكلمة التانية غير كلمة under value كلمة ها under charge ايوة تمام وكلمة ايه كمان كلمة ها send and not recorded تمام كل دي كلمات خاصة بي ادبت نوت او الاشعار المدين ولازم نراجع الحلقة الخاصة بالاشعار المدين والحلقة الخاصة بالاشعار الدقن عشان لما يجيلي زساتي وبلنوت او الاشعار المناسب ابقى عارف نوع الاشعار طبعا ده ممكن يغلطني لو انا ما عنديش دقة في تحديد الكلمات الخاصة بكل نوع من انواع الاشعارات هحدد كلمة معينة ممكن يكون مش واثق منها واعمل اشعار خاطئ وانقص الدرجة بتاعته طبعا احنا مش عايزين ننقص ولا اي ربع درجة حتى في الامتحان لازم يبقى فيه منافسة كده بيننا وبين بعضينا ان احنا بأمر الله هندخل الامتحان نجيب فيه درجة نهائية فيش حاجة اسمها اصل ده انجلش اصل دي لغة لا طبعا احنا حاولنا بكل الوسائل وبشتى الوسائل ان احنا نزلل المشكلة عندنا ونقضي عليها تماما في الحلقات بتاعتنا علشان نوصل في الاخر ان اقدر احل المستند بشكل سليم بنسبة 100% بدون ولا 0% حتى نسبة خطأ في الحالة دي عرفته من كلمة under value هو اشعار مدين الاشعار المدين هنبدأ ببيانات مين؟ نبدأ بقى نختبر معلوماتنا بقى يا شباب مين اللي هيتحط في بداية الاشعار هنا كده؟ مين؟ السيلر ولا الباير؟ طب ده اشعار مدين ولا ده ان؟ طب الاشعار المدين اللي بيبعاته الباقع ولا المشتري حد بيتذكر كده المعلومة اللي أنا اديتها لك وانا بتعامل مع الاشعارات؟ قلنا ان الاشعارات بالكامل الاشعارات بالكامل كل الاشعارات مين اللي بيبعاتها؟ ها؟ نتذكر مين اللي بيبعات كل الاشعارات؟ من ي البعث سواء دجاجة الديبت نوت؟ ومن لم ي بيبعثث في إسترداء؟ الجرح تعالى سواء دجاجة او كم من ي بإسترداءها ما ييرنا ما حدش يلغبطني ما حدش يقول لي ده إشعار مدين بيبعثه الباقي عليك الإشعار الدي بيبعثه المشتري كلام ده خاطئ وتاني وبنأكد على كلامنا إن النوتس نوتس كل الإشعارات مدينة أو ده إنا سنت باي سيلر تو باير طيب عايزين نجمع المستندات بتاعتنا بالكامل ونعرف مين بيبعثهم لمين طبعا ده لو فيه وقت فضل عندي في نهاية الحلقة هنتناول الجزء ده وهنراجع به معلوماتنا بالكامل للي لسه بيطلغبط ما بين الإشعارات ما بين الرسائل ما بين الانفويس الكلام ده ما ينفعش اطلغبط فيه خالص وهنعرف بعد شوية طبعا الرسائل بتاعتنا التجارية الانفويس والنوتس مين اللي بيبعثهم وده هتبقى حاجة بسيطة وهنعلمهم بعلامة مميزة صغيرة كده عشان ما ننساهمش نرجع للديبت نوت بتاعنا الديبت نوت هنحط في الاول في بداية المستند بيانات السيلر السيلر كان في التمرين نفتكر كده ها ارتس ستيشنري شوب الاسم سيكس فجالة ستريت كايرو تاليفون وفاكس بصوا على دول كده يا أستاذ وانت يا أستاذ هبصوا عليهم كويس ونبص بعد كده على الديبت نوت اجي ارتس ستيشنري شوب سيكس فجالة ستريت كايرو تاليفون نمبر موجود فاكس نمبر من التمرين ديت كان موجود في المطلوب الديت طبعا اوكتوبر نمبر اوكتوبر ناين تونتي تونتي وطبعا الديبت نوت نمبر كان برضو موجود في السؤال نفسه في الجزء الخاص بالمطلوب الديبت نوت نمبر تو هندرد اند ثارتي فايف بعد كده نكتب بيانات المرسى اللي هو مين لا مش اللي هو مين ده مين يا استاذ ده السيلر ما انا ما عنديش طرف تاني يحطه هنا غير الباير عشان ما لغبطش نفسي انا دخلصت بيانات السيلر يبقى فاضلي مين فاضلي الباير هحط هنا بيانات الباير الباير كان سامير سالم ده بالنسبة لاسم الباير تن نصر استريت ده العنوان هنريد سي ودي المحافظة بتاعة الباير ننقل الجدول اللي كان جايلي في التمرين بالنص هنقل الجدول بالكامل سواء الخانة الاولى الخاصة بالديسكريبشن او الخانة التانية الخاصة بالتوتل اللي هي كان فيها أمونت الخانة الاولى كان فيها كلمة ودي اللي عرفت منها أنه هو إشعار مدين كامل مبلغ ده بالنسبة للمبلغ هننزل نفس المبلغ تاني في خانة التوتل وهنفقط المبلغ هنفقط المبلغ ازاي ده يا شباب كم ده خمسمية يعني فيه ألوف ولا مفوش لا يا مستر مفوش يبقى هو فيه مئات فقط طب يعني ايه مية يا أستاذ يعني هندرد طب يعني ايه خمسة يا أستاذ يعني فايف طب يبقى احنا فقطنا المبلغ وإحنا بنتكلم كده في سياق الحديث فايف هندرد ايجيبشيان باوند فايف هندرد ايجيبشيان باوند يبقى دي خمسمائة جنيه مصري ده بالنسبة للسؤال كوستيون نومبر فور وده كان أول سؤال في الجزء العملي نبص بعد كده على كوستيون نومبر فايف أهم سؤال في الامتحان يا شباب وأكبر سؤال عليه درجة أكتر سؤال هيجيب لي درجات هو السؤال الخامس مش معنى كده أن الأسئلة التانية أهميتها أقل لا طبعا إحنا لسه متكلمين من شوية أن أقل جزء في التمرين ولو عليه نص درجة أنا داخل طمعان أني هجيب الدرجة كاملة في كل سؤال مش عايز حد يتنازل عن أي جزء من الدرجة بتاعته واللي هيراجع حلقاتنا من أول حلقة لغاية آخر حلقة هيلم مادة السكرتاريا الفرنجي بشكل كبير جدا نبص كده على بيانات كويستيون نومبر فايف كويستيون نومبر فايف السؤال مجيني بيانات للسيلر ومجيني بيانات للباير السؤال بيقول لي You have the following data You have the following data طبعا مجيني بيانات سيلر مجيني اسمه مصر تريدينج كامباني مصر تريدينج كامباني ده اسمه 44 ناصر ستريت العنوان نيو فالي طبعا دي المحافظة ومجيني اسم السيلز مانجر السيلز مانجر اللي هو مستر آدل إمام ده اسم مدير المبيعات الخاصة بالشركة بعد كده مجيني طبعا الفاكس مجيني رقم الفاكس ومجيني الايميل دي بيانات مين دي بيانات السيلر نيجي للباير الباير اللي هو مين صالح جاد محمود ده اسمه اسم الشخص سيفن ريفر ستريت عنوان لوكسور دي المحافظة ومجيني الموبايل بتاعه رقم التليفون ومجيني الايميل بتاعه أو طبعا البريد الإلكتروني بعد كده مجيني الجودز ايه هي الجودز؟ الجودز هي البضاعة اول حاجة في البضاعة مجيني الديسكريبشن وصف البضاعة بتاعتي طالب نوعين كالكوليتنج ماشين وطالب فاكس ماشين ده البضاعة المطلوبة الخانة التانية فيها الكوانتتي أو الكمية نوع الاول مطلوب منه 10 نوع التاني مطلوب منه 20 الخانة التالتة فيها يونت برايس سعر الجهاز سعر الوحدة هنا كان 500 وينه كان 1500 ايجيبشن باوند وينه 1000 ايجيبشن باوند مجيني كمان التارمس التارمس اللي هي الشروط الشروط مجيني شرطين طبعا وقت الحلقة بتاعتنا انتهى بامر الله الحلقة اللي جاية هنكمل السؤال الخاص بالانفويس نراجع الحاجات الخاصة بالاجزاء اللي فاتت علشان نبقى على اتصال دائم مع التمرين بتاعي دي كانت اخر حاجة اتكلمنا عليها النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته